استطاع أن يحرج الأمريكان فالرئيس السوري الراحل حافظ الأسد أخرج أمامهم رسالتين يحتويان على أقوال لهم تعارض ما يطلبه وزير الخارجي الأمريكي الأسبق جيمس بيكر حتى أخذ النقود وفر من أمام الأسد فما القصة؟ خرجت إلى النور رسالة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد التي أحرج بها الأمريكان خلال لقائه وزير الخارجي الأمريكي الأسبق أنذاك جيمس بيكر بحسب ما جاء في كتاب الدكتورة بثين شعبان عشرة أعوام مع حافظ الأسد وكشفت الدكتورة بثين تفاصيل الرسالة التي أظهرها حافظ الأسد حيث احتوت على أن الرئيس السوري الراحل لا يرضيه ما تقره أمريكا ضد القدس لصالح العدو وقال وزير الخارجي الأمريكي أنذاك جيمس بيكر عن طلبات سوريا لبلاد المسجد الأقصى أن السوريين يطلبون منه أكثر مما طلبه شعب الأرض المتنازع عليها وأكد بيكر أن ما يطلبه السوريون غير مناسب فهو يرى أنهم يريدون التحرير الكامل لتلك الأراضي من العدو لكنه يرى أن الدولتين لابد أن يقام على أرض واحدة لكن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد أخرج من جعبته رسالة قديمة للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وقال كارتر في الرسالة إن الانسحاب من الأراضي المحتلة ينطبق على الأطراف كافة ويجب أن يكون هناك قرار مشترك لكل عناصر القضية بما في ذلك حق تقرير المصير حافظ الأسد لم يمهي البكر لحظة حتى ينتبه للصدمة التي تقع على مسامعه فإذا به يخرج رسالة أخرى الرسالة الثانية كانت هذه المرة من الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان وجهها للأسد منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان واحتوت الرسالة على أن سياسة ريغان كانت تسعى إلى تحسين فرص السلام بين العرب وأولاد العم على الأصعدة كافة كما اجتملت الرسالة على أن هذا الأمر لا يزال أولوية قصوى لدى الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي الرقمين 292 و338 والمتضمنين مبدأ العرض مقابل السلام مواجهة حادة بدأت في اللحظة التي أمسك فيها الأسد رسالتي الرئيسين الأمريكيين مؤكداً لبيكر أن هذه هي سياسة الولايات المتحدة وما يقوله الرؤساء الأمريكيون الأمر انقلب رأساً على عقب فلم يعد بيكر يدري كيف يتصرف ورد بحدة على الأسد قائلاً إن رسالة الرئيسين الأمريكيين جيدة كما أنه حاول قلب الأمور وإلقاء الكرة في ملعب سوريا والأسد بأنه إذا كان الأسد لا يفضل طريقة الأمريكان في حل القضية لشعب أرض المسجد الأقصى فليذهب هو لحلها وحل أزمة الجولان لا يزال السجال بين الجانبين قائماً إلى أن وصل الحديث بأن الأسد قال لبيكر بأن أمريكا لا تريد حل القضية بسبب أنها لديها مصالح أخرى في هذا الأمر ليخبر دينيس روس الذي كان أنذاك عضواً في هيئة التخطيط السياسي لدى الخارجية الأمريكية بأن الفرصة قد حانت لأخذ النقود والهرب من هذا المأزق الذي وضعهم به الأسد ترجمة نانسي قنقر